تعمل بلير في مضحف للتاريخ فهي علمة اتار جاءها شاب غامض يحمل ثلاث مخطوطات قديمة ويطلب منها تثمينها اخبرها انه عثر عليها اثناء رحلته الى بيرو هناك مخطوطة وحيدة غير مزيفة من بين الثلاثة هل يمكنك تحديدها؟ تبدو المخطوطة الاولى قديمة جدا لكن تظهر عليها صورة طائرة حديثة لذا فهي مزيفة والمخطوطة الثالثة مطبوعة وليست اصلية هل لحظت العلامة المكتوبة بالانجليزية stock photo؟ وبالتالي فالمخطوطة الثانية هي ليست مزيفة اخذت بلير المخطوطة الرئيسية الى المختبر من اجل دراستها بشكل افضل هل يمكنك رؤية اي شيء غريب في هذه الغرفة؟ هذه الممياء ترتدي ساعة ذكية اكتشفت بلير ان هذه المخطوطة عبارة عن خريطة لكنز لكن فجأة انطفأت المصابيح في المختبر لمدة ثلاثين ثانية وعندما عادت الكهرباء اكتشفت بلير ان المخطوطة اختفت سألت ثلاثة من زملائها قالت روزموند انطفأت الاضواء فجأة كنت احفظ المزهريات وجرحت اسبعي بالخطأ وقالت نيكولاس كنت اقف بالقرب من آلة البيع عندما انقطع التيار الكهربائي لقد اخذت اموالي ولم احصل على اي حلوة وقال كيفين كنت اتأمل في الشرفة لاخر عشرين دقيقة ما الذي حدث؟ من منهم يكذب؟ قال نيكولاس انه لم يحصل على اي حلوة من ماكينة البيع لكن انظروا الى يده اليمنى وروزموند تكذب ايضا لان جميع اصابيعها بخير هربا للصانب المخطوطة لكن لحسن الحظ كانت بلير تحتفظ بصور لها على الهاتف فهي الآن في طريقها الى بيرو لتكون اول من يعثر على الكنز لدى كل واحد من هؤلاء الشباب الثلاثة طائرة خاصة ويعرض على بلير توصيلها لكن احدهم فقط جدير بالثقة هل يمكنك التعرف عليه؟ الشاب الثاني مجرم هارب وصورته معلقة على الجدار وطائرة الشاب الثالث بلا زجاج امامي لذا ينبغي ان تختار بلير الطيار الاول وصلت بلير الى مخيم بعتات التنقيب على الاثار المحلي وقيل لها ان تقصد رئيس المخيم بيل في الخيمة الحمراء تجولت بلير في الارجاع حتى اعثرت على ثلاث خيمات حمر هل يمكنك مساعدتها في معرفة خيمة بيل؟ جميع اثار الاقدام حول الخيمة الاولى اثار حيوانات مما يعني انها خيار مستبعد كتب احدهم كلمة بيل على الخيمة الثالثة لكن عند القاء نظرة عن قرب ستجد ايضا سهما يشير الى الخيمة المجاورة وبالتالي فان بيل يتواجد في الخيمة الثانية طلبت بلير مساعدة بيل فقال لها سوف اساعدك اذا تمكنت من مساعدتي في العثور على القطعة المفقودة من هذا النسيج القديم هل يمكنك مساعدة بلير في حل هذا اللوز؟ القطعة الثالثة فقط هي المناسبة استخدم بلير وبيل هذه الخريطة للعثور على الكنز لكنها متشابكة هل يمكنك تحديد اي من تلك المسارات الثلاثة ستؤدي بهم الى تحقيق مسعاهم؟ المسار الثاني فقط هو الصحيح وصل بيل وابلير الى وجهتهم النهائية هناك ثلاثة انفاق تؤدي الى المقبرة الذي دفن فيها الكنز توجد نمرة ترعى اشبالها داخل النفق الاول وتوجد الاف السحال والعقارب تصحف في ارجاء النفق الثاني في حين يعج النفق الثالث بالجردان الجائعة التي لم تأكل منذ عام ما الطريق الاكثر امانا؟ الطريق الثالث بامكان الجردان ان تصمد دون طعام لمدة طويلة مما يعني انها ليست خطرة وجد الاثنان نفسيهما في ردهة فارغة لسوء الحظ الكنز محفوظ وراء هذا الباب هل لديك اي فكرة عن كيفية فتحه؟ توجد ثلاث عجلات على الباب تحتوي كل منها على خمسة رموز انها قفل قديم الطراز لابد من وجود تلميح في مكان ما انظر هذا هو كل ما علينا فعله هو العثور على رموز المقابلة وتدوير العجلة ورقة الشجر للشجرة والعين للانسان والمياه للكاس دخل بلير وابيل الى الغرفة التالية لكنهما وجد لغزا اخر لا يوجد كنز هنا توجد ثلاثة احجار قديمة منقوشة هل يمكنك مساعدتهما في حل هذا اللغز؟ المتخالب والحشائش على اول حجرين بالتساوي بينما الحجر الثالث مكشوف تماما ما الذي يجعله مختلفا ينبغي ان يجرب تحريكه لفتح الباب السري واخيرا دخلت بلير وابيل الى داخل القبر انه مليء بالذهب والاحجار الكريمة لكن توجد ثلاثة مخاطر خفية في هذا المكان هل يمكنك رصدها؟ تسقط قطرات الحمض السام من السق ان كانت تذيب الاحجار فما بالك بجسم الانسان كما يختبئ ثعبان بين العملات الذهبية اما هذا التمثال فيتحرك وفجأة قفز التمثال الحي نحو بلير وابيل لكنهما هربا وعتر على ثلاثة ابواب تؤدي الى الحرية لكن الباب الاول تشتعل به النيران ويوجد الكثير من الصراصير الضخمة المقززة داخل الغرفة الثانية بينما الغرفة الثالثة مليئة بالفخاخ والكمائن هل يمكنك مساعدتهما على اتخاذ القرار السليم؟ ينبغي عليهم اختيار الباب الثاني يحمل بيل شعلة نارية والصراصير تخشى النيران وستفعل اي شيء لتجنبها واخيرا اصبح بلير وبيل بالخارج لكن هناك خطب ما في هذا المكان هل يمكنك رصد اي تفاصيل غريبة؟ تلقي نظرة على هذه الشجرة تثمر تفاحا وبرتقالا معا وهذه الصخرة طافية في الهواء كما ان ظل بيل يتجه نحو اليمين بينما يميل ظل بلير نحو اليسار عادت بلير وبيل الى المخيم ارادت بلير ارسال صور الكنز الى السلطات لكن شبكة الانترنت كانت ضعيفة والاتصال بطيء لذا قررت الاستحمام اولا وبعد قليل عادت بلير واكتشفت اختفاء هاتفها المحمول سألت ثلاثة اشخاص قريبين من المكان قال دييغو كنت مشغولا بطهي العشاء وبإمكان الكثيرين تأكيد ما اقول وقال بيل ربما اعضاؤك من المتحاف ساطلب من الحراس تشديد الحراسة حول المخيم وقال بيل ربما اعداؤك من المتحاف ساطلب من الحراس تشديد الحراسة حول المخيم وقالت مايا اعتقد انني لمحت رجلا يخرج من خيمتك منذ خمس دقائق اذا من سرق الهاتف يا ترعب بيل انه يتحدث في هاتفه لكن هناك شيء اخر يهتز في جيب قميصه ادركت بلير ان بيل شخص شرير لكن فات الاوان لقد وضع لها اقراص منومة في الشاي استيقظت بلير في قبو مرعب وقال لها بيل لا تقلقي سأتركك تغادرين اذا تمكنت من اختيار الباب الصحيح توجد ثلاثة ابواب للخروج امام بلير يقود كل منها الى خطر معين توجد عائلة من الغريلات خلف الباب الاول وتوجد تماسيح خلف الباب الثاني والباب الثالث يؤدي الى مجمد يخول اي شخص يقضي الليلة بداخله الى لوح جليدي ما الطريق الاكثر امانا ينبغي على بلير اختيار الخيار الثالث انها تحتاج الى عبور الغرفة فحسب وليس عليها ان تقضي الليلة بالداخل تجولت بلير في الادغال حتى عثرت اخيرا على الطريق عرض عليها ثلاثة اشخاص توصيلها لكن واحدا منهم فقط كانت نواياه طيبة فعلا تجاهها هل يمكنك مساعدة بلير في تحديد هذا الشخص راكب الدراجة النارية شفاف جدا على ان يكون ادميا انه شبع وهذه السيدة في السيارة الفارهة معها وحش شرير يختبئ في المقعد الخلفي لذا ينبغي على بلير الوثوق في ساك الشاحن مع علاماته الوديع وصلت بلير الى قسم الشرطة وبلغت عن بيل فالقي عليه القبض سريعا ذهبت بلير لترى بيل من وراء القطبان وادركت انه يخطط للهرب مع عرفاته في زنزانة الليلة كيف عرفت بالامر رسم بيل تعليمات مصورة على الجدار وهي شفرة تعني الهروب الليلة واخيرا بإمكان بلير الاسترخاء والعودة الى المنزل وفي طريقها الى المطار شاهدت منظرا جميلا طلبت من السائق ان يتوقف والتقطت صورتين للمشهد هل الصورتان متماثلتان؟ هل يمكنك رصد اي اختلافات؟ هناك ثلاثة اختلافات وصلت بلير الى مكتبها لكنها عثرت على زميلها المفضل كيفين راقدا على الارض فاقدا الوعي اتصلت بلير بالاسعاف فورا اخبرها الاطباء ان كيفين تعرض لتسمم تأل ضابط الشرطة ثلاثة اشخاص كانوا اخر من رأى كيفين قبل ان يفقد وعيه نينا وكريس وياسمين وبعد فحص مسرح الجريمة القى الضابط بالقبض على احد الشهود هل يمكنك معرفته ومعرفته السبب؟ انها ياسمين اراد كيفين ان يترك دليلا لهذا السبب دست زهرت الياسمين في يدي قبل ان يفقد الوعي ترجمة نانسي قنقر